لا تسقط دمشق من حساباتها إمكانية أن تنفذ الإدارة الأمريكية تهديداتها الأخيرة وتشن عدوانا جويا على أراضيها هي التي تجرعت ولم تزل تتجرع كأس الحرب المرة منذ سبعة أعوام لم يعد يرهبها المزيد لبل أصبحت في موقع المجرب والناصح وهو ما يبدو واضحا من خلال كلام سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي يجب أن يأخذ الأمر بالحسبان وهو مأخوذ ولكن الذي تطمئن له سوريا رئيسا وجيشا وشعبا هو أن الانتصار يتحقق على الأرض وبالتالي ردود الفعل ومنها هذا الضجيج حول الضربة وهذا التهديد هو نتيجة لما حققه الجيش العربي السوري لذلك قد يعيدون النظر من أجلهم لا من أجلنا وهذا ما نتوقع نحن لا نتمنى أن تحدث هذه الضربة ولا نتوقع أن تكون جدية لأن أيضا الرد الروسي جاد والرد الإيراني جاد والمصالح الأمريكية والغربية تخشى عليها هذه الدول أيضا لذلك ليس كل كلام يقال تطبيقه يكون بنفسه لإطلاق بمنطق الثقة بالنصري يتحدث الدبلوماسي السوري المستند إلى الدعم الروسي والإيراني وهو لا يجد في القاموس السوري مصطلحا يعبر عن نأي لبنان بنفسه خصوصا بعد استخدام لبنان منصة لضرب بلاده ماذا تنتظرونا من لبنان إذا ما صارت الضربة؟ يعني ما عبر عنه بيان وزارة الخارجية وما عبر عنه دولة الرئيس برري وما عبر عنه الوزير الفرنجي وما عبرت عنه قيادات وطنية وما تعبر عنه المقاومة بيزعجكم الحديث عن النأي بالنفس وقت لبنان بقول نحن ننأب نفسنا عن ما يجري في سوريا نحن في الترجمة الواقعية لا توجد هناك إمكانية للنأي لأن هذا العدوان الذي اخترق السيادة اللبنانية وانتهك السيادة اللبنانية هو يلغي هذا النأي أما دعوة اللواء أشرف ريفي رئيسي الجمهورية والحكومة إلى سحب سفير لبنان في دمشق وطرد السفير السوري لدى لبنان فلا يعيرها السفير علي أهمية لبل يرى أنها دعوة لا تستند إلا إلى بعض الأحقاد المفتقرة إلى قوة مطلقها على الأرض دارين دعبوس قناة الجديد